المتتبعين في موقع اليوم 24 السلام عليكم مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي تنظمه موقع اليوم 24 بشركة مع مؤسسة أماكن لجودة التعليم في هذا اللقاء سوف نناقش موضوعا مهما يتعلق بأهمية الحكامة في تحسين جودة التعليم والإشكالات المرتبطة بهذه الحكامة يشاركوا معنا في هذا اللقاء الأستاذ عبد النصر ناجي رئيس مؤسسة أماكن والأستاذ حميد بوشيخي وأستاذ وباحث وخابير ترباوي والأستاذ محمد قديرا وأستاذ وباحث وخابير ترباوي أيضا قبل بدء هذا اللقاء أعطي الكلمة لأستاذ عبد النصر ناجي لتقديم ورقة أطارية حول هذا اللقاء شكرا جزيلا سي عبد الحق بالشجر على أولا استضافة هذا اللقاء ثانيا قبول الموقع 24 أن ينخرط ضمن هذه الندوات التي ننظمها بشاركة معكم ومشاركة مع مؤسسة أماكن لجولة التعليم خدمة للمنظومة التعليم طبعا اليوم نتحدث عن إصلاح التعليم إصلاح التعليم ارتباطا بمرجعيات معروفة أولا الرؤية الاستراتيجية 2030 والثانيا القانون الإطار 517 الذي جاء لأول مرة في طارق المغرب للمأسسة القانونية للإصلاح هذا الإصلاح الآن يوجد في منعطف الطريق لأننا وصلنا إلى مرحلة أساسية في إصلاح المنظومة ويمكن أن نقول أننا في منتصف الطريق منتصف الطريق تقتضي أولا أن يكون هناك تقييم من الإصلاح وهل تم بالفعل المرور إلى مرحلة حاسمة من الإصلاح أم أننا ما زلنا في مراحل متأخرة في تفعيل الإصلاحات ثم بعد ذلك يقتضي الأمر أن تقوم الجهات المعنية بتضافر الجهود مع الجهات الأخرى المتدخلة ومختلف الأطراف لمضاعفة الجهود من أجل تفعيل الإصلاح بالشكل المطلوب هذا الإصلاح طبعا إذا رجعنا إلى تقييمات التي تمت سابقا من طرف مؤسسات سواء مؤسسة وطنية أو مؤسسة دولية لبعد من الأبعاد الأساسية في الإصلاحات وهو الذي يمكن أن نعتبره هو البعد المحدد لجهودة هذه الإصلاحات وهو جهودة التعلمات نجد بأن المغرب ما زال متأخرا في مجال جهودة التعلمات لاعتبارات متعددة ولأسباب مختلفة لكن يمكن القول بأن من ضمن هذه الأسباب يوجد سبب رئيسي متعلق بما نسميه بالحكامة ستكون مناسبة في الندوة للتطرق للإشكالات المرتبطة بالحكامة لتبسيط ربما فهم الحكامة ويكون القول بأن الحكامة التي يمكن أن نتدرسها اليوم تتعلق بثلاثة أو أربعة أبعاد أساسية البعد الأول هو نجاعة التدبير أو القدرة على المرور من التصوير إلى التطبيق بأقل الخسائر الممكنة وبالفعالية بأكبر فعالية ممكنة والبعد الثاني مرتبط بالتقييم والذي يمكن أن نربطه بالمحاسبة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا من الأبعاد الأساسية للحكامة ثم البعد الثالث هو البعد الشفافية والنزاهة وممكن في هذا البعد أن نتحدث عن مظاهر الفساد في المنظومة التربوية وعن الإشكالات المرتبطة بشفافية المعلومات وشفافية الوصول إلى المعطيات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين والبعد الثالث مرتبط بالمشاركة في اتخاذ القرار لأن المنظومة التربوية هي منظومة معقدة ومنظومة مركبة ولا يمكن أن ينجح أي إصلاح إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية خاصة الأطراف المؤترة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعليم والمشاركة في اتخاذ القرارات مرتبطة أيضا ببعد آخر لا يقل أهميتا هو بعد التعاقد بين مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة في المرجعيات المؤثرة للإصلاح والحكامة طبعا لا يمكن أن نتفادى الحديث من خلالها عن بعد آخر لا يقل أهميتا وهو بعد الحكامة الترابية أو ما نسميه بتقاسم السلطة التربوية ما بين المركز وما بين المجالات الترابية سواء تعلق الأمر بالجهات أو الأقاليم أو العملات أو أيضا الجماعات بصفة عامة وطبعا كل ذلك يمكن أن نتناوله في إطار الحديث عن الجهة المتقدمة التي تعتبر توجها أساسيا من نسبة السياسات التنظيم الترابي في بلادنا إذن هذه باختصار ربما هي أهم النقاط التي سنحاول أن نتطرق إليها في هذا اللقاء الذي نتمنى أن ينالع إعجاب المشاهدين والمشاهدات ومشاركتهم القيمة وعطي الكلمة الآن لسعود الحق بالشكر لتقديم الأسئلة في الموضوع شكرا سب نصر سيبو شيخين تبو أستاذ وخبير طربوي تواكبتي للمنظومة الطربوية منذ سنوات هذا السؤال يلحك مدائما يطرح مع كل حكومة جديدة مع كل خطة إصلاح أين يكون المشكل؟ هل في القوانين؟ هل في المنظومة البشرية؟ هل في الموارد البشرية؟ أم في العقليات؟ أين يكون المشكل؟ لماذا لم نستقر على منظومة للحكامة تؤدي إلى تحقيق جودة التعليم فعلا شكرا بدورين ضمن صوتين سيد ناصر ونشكركم على هذا المدوع على الدعواء أدرنا أن هذه القضية للحكامة وهي في الحق عقدة أنها في البلاد وهي عقدة لا تخص قطاع التربية والتعليم فقط هو مشكلة عام في البلاد وهو من بين العقاد التي كانت تطرق لها تطرق لها لجنة النموذج الماوي التي كانت لدي الشرف نشارك فيها ويعني أعطيناها خصصناها الوقت لنقاش لأشهد الحكامة ما هي الأسباب التي تحول بيننا وبين تفعيل هذا الطموح للمغرب للمبادرات للمغرب الجهات مغرب أظن في آخر أظن في آخر المعطة في كائنا قادية كينجوجد القادية بالنسبة لي وهذا رأيي شخصي أولا الحكامة تطلب يعني تطوير القدورات إلى مثلا في قطاع التربية والتعليم عندنا مشكل عاويس وهو استقلال إعمال استقلالية المؤسسة لأن الإصلاح الإصلاح للمنظومة التربوية أراك للإصلاح فين غايبهم وفين غايب دو وفين غايب تهي في المؤسسة ليس في الإدارات الجهوية ولا المركزية والمؤسسة الآن عندنا المؤسسة يعني ورغم أن الرؤية استراتيجية وقانون الإطار يأكد على ضرورة استقلالية المؤسسة في إطار مشروع المؤسسة وكذا وكذا ولكن لحد الآن لا يوجد في المؤسسات لا يوجد قدورات للتدبير لا يمكن لا يمكن إعمال وتفعيل استقلالية المؤسسة بدون تطوير قدورات التدبير يعني أولا أنا قلت لك ينجوش للعوائق بالنسبة لي أولا تطوير القدورات يعني هذا الشي كخص يعني معناه أنه كخص الدولة تدير واحد المجهود تبدل واحد مجهود كبير كخص تطوير هذه القدورات التدبير وثانيا التقى عندنا أظن أن في عدد في عدد المجالات عندنا المشكلة التقى ومسؤولين المسؤولين المسؤولين يدهم القرار دائما دائما يخوفوا إلى فوضوا صلاحيات يخافوا أن هذه الصلاحيات ومسؤولين هذه الميزانيات لا تصيير شيء بشكل نائزي وكذا وكذا مشكلة التقى يعني باش نعرفوا شنو كنت كل مواكب نوضحوا لنا الآن المديرين المؤساسات عندهم واحد الميزانية بسيطة خمسين ألف درهم يقدروا يصرفوها لم يكن بسيطة أو التعديلات أي خمسين ألف درهم كنت نسيت الإحصائية ولكن فئة كبيرة من المديرين الذين لا يصرفوه هذين خمسين ألف درهم لماذا؟ لأنك خايفين من المحاسب إذا إذا أظن أنه الآن كان إرادة الإصلاح ولكن إرادة الإصلاح لا تكفي شيء إرادة الإصلاح تطلّب تطوير القدرات وتطلّب الثيقة والثيقة عندها تأمان يعني الثيقة و ربما خمسة أو عشرة في المئة ديال الناس لا يستحقوا تطلّب ولكن هذا مبرر لأن منعوه تسعين في المئة أخرين ندروا لهم نطوقوهم ونعطوهم شيء ونعطوهم الإمكانيات لكي يأخذوا القرار المناسب على المستوى المناسب وهذا المشكلة عن القرار المناسب على المستوى المناسب وهذا تطلّب الثيقة وتطلّب القدرات ومعهم شكرا 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 بالنسبة للموضوع الحكامة كيف يأخذنا على مستوى المؤسسة التعليمية ما هو النموذج الحكامة التي ستكون عليها مدرسة عمومية لكي تؤثر على جودة التعليم نرى مثلا المدارس عمومية في المغرب هذا موضوع سبقا ذكرت مع معسي ناصر في عدد كبير التلاميذ تفوق ألف أحيانا وعدد الأطور الإدارية قليل فكيكون صعوبة كبيرة تتحكم في عدد كبير التلاميذ وتتبعهم فعلى هذا المستوى ممكن تطفنه شكرا أولا أستاذ عبد النصر ناجي رئيس جمعية أماكن شكرا قناة اليوم 24 على الاستضافة وعلى هذا الموضوع الشائك بكل صدق وأولا يجب أن نتكلم عن المفهوم الحكمة إن هذا المفهوم هو قديم جديد هذا المفهوم بدأ في القرن 13 عام لذلك سكرا ومن سبعة وثلاثين تقريب ان تل الاربعين هنا من بعد واحد سبات عميق تل واحد وثمانين في الواحد وثمانين ايجاد البنك الدولي هو اللي اعود برز هذا المفهوم دي اللي حكذا ولكن بالنسبة للمغرب يجب ان نقول هذا المسألة هذه هذا المفهوم هذا في قطع التعليم مبدع تل بداية الالفية الثالثة اذا يجب ان لا نخلط المفاهيم تصير بوحده ادارة بوحدها تدبير بوحده والحكامة بوحدها ولكي نتكلم على الحكامة في قطاع التعليم او في اي مؤسسة من المؤسسات التعليمية يجب ان تكون هناك تماني عناصر وانا غا نحاول نتكلم على هذا العناصر لكن عنصر واحد نقص بمعنى مكينش حكمة لا في تعليم ولا من غير التعليم العناصر الاول اولا دولة الحق والقانون كيف نقولوا دولة الحق والقانون ومؤسسة الحق والقانون هذا هو اول عنصر لا تخشي فقط غير التعليم او هذا يخص الوطن اي وطن كان اي بلد كان المسألة التانية وهي التشبع بالمسؤولية لكن المسؤولية كقيمة مجتمعية كتربية كتقافة المسؤولية 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 ماشية لا فونكشون لا المسؤولية هي نقطة تعطاني واحدة مهمة تنقديها يعني بإخلاص تنقديها بواحد الواجب مهني واحد الروح المواطنة المسألة التالتة وتكرها الأستاذ ناجي وهي الفعالية والنجاعة او تقافة الفعالية والنجاعة بطبيعة الحال نتحدث عن تراكمات تاريخية هذه التراكمات التاريخية استسمح الإخوان هذه التراكمات التاريخية عندها بطبيعة الحال مشكلة كبيرة هناك كذلك الإنصاف العدالة كقيم مجتمعية وهذا الإنصاف والعدالة خصها عشرات سنين للبناء رغمتي ممكنش نجيون نقولوا الإنصاف ونقولوا العدالة في الحقل التربوي المدرسي ونجيون نقولوا لا أبداً هذه أشياء يعني خصها وقت طويل خصها عمل جبار هناك الديمقراطية وحق الاختلاف ليس الديمقراطية العددية سنصوت 48% 52% لا حق الاختلاف الفكري يعني كل واحد فينا حامل مشروع دي المجتمع يناقلش هذا المشروع هذا هذا بالنسبة للتعليم اليوم هاد العناصر اللي أنا كنتكلم عليها ديمقراطية حق الاختلاف ممكنش تكون يعني في واحد المنظومة هارمية كل واحد خايف من الرئيس آآ لما نكن أعطيه آآ الكلام شكول اللي غيم كله يتكلم إذن مني كنتكلموا على 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 الحكامة في المنظومة التربوية تنتكلموا على غياب الرشوة أو على الأقل محاربة دي الرشوة هدي بواحد الطريقة فعالة بواحدة الدينامية واحدة الاستمرارية ومن يكن تكلموا وتكلم الأستاذ عليها الأستاذ ناجي أربط المسؤولية بالمحاسبة إذن أربط المسؤولية بالمحاسبة كان المؤسسات دي المحاسبة اللي هي اللي هي اللي هي المفتيشية العامة دي التعليم يعني كان عدة مؤسسات اللي هي دستورية وغير دستورية دي المراقبة والأخير كان الشفافية الشفافية على جميع المستويات من دي التلميذ والأب وانت طالع إلى الوزير إلى الحكومة إلى لأنه هذه العناصر هي متداخلة ومتقاطعة ولكن تنسوا واحد الشيء أساسي بأنه البخيغوكي يعني الشروط القبلية دي الحكامة وهي القابلية للحكامة لم طرف الذي يحكم ولم يعني الحاكم أو المسير أو المدبر أو الطرف الذي تمارس عليه السلطة وتمارس عليه الحكامة إذن إلما كان نشاهد القبول واللي احنا بالفرنسية كنسميها بالفرنسية لأن هذه القابلية هدا شرط أساسي النقطة الثانية في القابلية هي لغوهرنمانتاليتي وهذا المصطلح سعيب اللي نترجمه ده مصطلح نتكلم عليه ميشيل فوكو وهو اللي جاب هاد المصطلح هذا يعني باش نتكلموا على لغوهرنمانتاليتي سي لكوندويت دي كوندويت يعني كيف سندبر كوندويت يعني السلوك دي الاي واحد اي مجموعة فاعلة كيفاش نتحكموا فهذا السلوك هذا كالسلطة فاعلة في الحقل الترباو إذن يجب أن نقطع او الفوكوبي هذا الخلط اللي كين في الإدارة في التسير في التدبير والحاكمة حاكمة شيء بعده الحاكمة هي أشنا هي؟ أولاً أن نعطي الكلمة للجميع بطريقة مؤسساتية ثاني المساهمة والمشاركة ديال جميع الفاعلين ما هي منك يتطرح مشكل أو منك نبغيو نتبقوا واحد النقطة معينة يجب أن تكون هناك استشارة والاستشارة ليس بالضرورة استشارة الخبراء ولكن ممكن أب ممكن معلم يعني أستاذ في الابتدائي أو في التنوي يعطينا فكرة ممكن جمعية تعطينا فكرة إذن هذه هي الحاكمة ولكن إذا ما كانت الشروط القبلية لا يمكنك تكون الحاكمة أنا أعطي مثال أنا أعطي صور حتى أكون واضح في مسألة ديال الحاكمة أنا أقول مثلا أقول مناهيج 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 هي أشيء يعني بطريقة منزلة ديو فير لبن ولا أحد نفالو يعني ما تيديرش تقيم بهذه المسألة وتبقى المنهاج مثلا مدة ديال 15 سنة هو نفس المنهاج تنرجعه بعض الكتوب أو بعض ويعتقدون بأن المنهاج هو البرنامج وهذا خطأ كبير ممكن نقش فيها كتير إذن غير باش نخص حتى لا أكون باش نخص تمياد العناصر عنصر واحد ما كانش ما كانش حاكمة حاكمة مفهوم جديد دخيل على التقافة المغربية بمفهومه الحديد ولكن تاريخي تقافة المغربية هي تقافة الشورى وهذا هو العنصر الأساسي بالحاكمة هو الشورى هو كيفية اتخاذ القرار بطريقة جماعية المسألة الثالثة وهي الحاكمة في التعليم يعني كل واحد خصو يكون فاهم شنه هما شنهي وشنهي وكيفاش نديرو باش نتطورو حتى نوصلوا الوحد الحاكمة اللي هي بالنسبة لي ناجعة تابعت الحال كتير ما يتقال ولكن ممكن نخليه الأساتداء شكرا شكرا تقديرا على هذا التدقيق يعني في المفاهيم وتدقيق مهم ولكن اللي ينتقدم في الحوار يعني في المضمون الجلسة النقاشية حولها حكامة المنظومة التربوية وربطها بجودة التعليمات وهذا هو مربء الفارس والنقطة الأساسية سعبد نصر يعني كيفاش يمكن ينقيصوا جودة التعليمات وش ممكن نقيصوا جودة التعليمات وكيفاش ممكن الحكامة شنه شكل الحكامة أو نموذج الحكامة اللي ممكن نسعه إليه لتحقيق جودة التعلومات طبعا جودة التعلومات يمكن أن تقاس بمعايير محددة مسبقا طبعا لقياس جودة التعلومات ينبغي أن نحدد هذه المعايير المعايير ينبغي أن تكون محددة مسبقا جودة التعلومات اليوم هو المفهوم أصبح متداولا بشكل كبير في الأدبيات الدولية وحتى في الأدبيات الوطنية وجودة التعلومات عموما تحدد ما هي مخرجات التعلم أو ما هي الكفايات التي ينبغي أن يتحكم فيها المتعلم في نهاية مصار دراسي سواء كان مستوى دراسي أو سلك دراسي ينبغي تحديد هذه المخرجات مخرجات التعلم من خلال المنهاج الذي تحدث عنه السيئة القديرة والذي ينبغي أن يكون منهاجا مندمجا لا يتحدث فقط عن البرامج الدراسية ولكن المنهاج من فهمه العام من فهمه الذي يتناول مختلف مكونات المنظومة التربوية لتفعيل الإصلاحات داخل المؤسسة التعليمية من خلال قياس أطار واضح على المتعلم والمتعلمة من خلال هذه المخرجات التي تحدثنا عنها وطبعا يمكن الرجوع مثلا إلى تقييمات دولية مثل تيمس وبيلس وكذلك بيزا التي تحدد هذه المخرجات في مواد دراسية بعينها أو في مجالات دراسية مثلا عندما نتحدث عن القراءة هناك كفايات ينبغي أن يتحكم فيها المتعلم في القراءة عندما نتحدث عن الرياضيات هناك كفايات متعلقة بالرياضيات إلى غير ذلك من الكفايات ولكن هذا لا يعني أن مخرجات تعلم أو جودة التعلمات تهم فقط الكفايات هناك أيضا القيم التي ينبغي أن يتشبع بها المتعلم والتي لا نجدها عادة في بناء المنهاج لا نجدها عادة في الكفايات وإنما تكون مستقلة عن الكفايات بشكل واضح ويتم تحديدها من خلال معايير أخرى وهذه المعايير ينبغي أيضا هي أيضا أن نحددها لكي نعرف ما هي هذه المواصفات التي يجب أن تكون عند الخريج أو المتعلم في مختلف مراحل التعليم لكي نعتبره أنه قد حاز قدرا من الجودة في التعلمات يتم تحديدها طبعا مسبقا كما قلت من خلال المعايير مع الأسف في المغرب لن نتوفر على هذه المعايير لحد الآن لدينا معايير لجودة التعلمات لدينا مناهج دراسية كتبات بطريقة معينة ولكن لم تنصب أساسا على هذه الكفايات حتى الأس المشترك الذي كنا نتحدث عنه أس مشترك للكفايات الذي نبغي أن يكون عند جميع المتعلمين عندما يتخرجون من على الأقل من التعليم الإنزامي لأن هذا هو الحد الأدنى في التعليم في جميع دول العالم نهاية التعليم الإنزامي يكون عندنا مواصفة للمتعلم مواصفات المتعلم عند نهاية التعليم الإنزامي مع الأسف لحد الآن ليست لدينا هذا الأس المشترك للتعلمات إذن العلاقة السؤال هو العلاقة ما بين الحكامة وجودة التعلمات إذا كانت جودة التعلمات هي المخرجات مخرجات لمنظومات التربوية فهذه المخرجات تترتب عن صيرورات عن عمليات كبرى تتم داخل المؤسسة التعليمية هذه العمليات الكبرى ينبغي أن نتحكم فيها ونتقنها إذا أردت أن نقول مثلا الحكمة ببساطة نتقن هذه العمليات داخل المؤسسة التعليمية لكي تمكننا من الوصول إلى هذه المخرجات لتكون مخرجات منمطة نفس المخرجات في مؤسسة ألف تكون نفس المخرجات في المؤسسة السبع على الأقل حد الأدنى من هذه المخرجات وهذا الحد الأدنى نمكن أن نصل إليه إذا نمطنا هذه العمليات وتنمية هذه العمليات بطريقة موضوعية وطريقة يتم تحديدها مسبقا ممكن أن يؤدي إلى الحكامة حتى بالأبعاد تمانية التي ذكرها السيكديرا والتي من ضمنها أمور أساسية لا نجدها اليوم متواجدة داخل المؤسسة التعليمية لأن لا نتوفر على النظام للحكمة نموذج الحكمة غير موجود اليوم في هذه المؤسسة التعليمية كان يمكن أن يكون لدينا هذا النموذج من خلال مشروع المؤسسة مشروع المؤسسة اليوم الذي هو الذي يجسد ماذا نريده من هذه المؤسسة التعليمية كان يمكن أن يبنى على نموذج للحكمة داخل المؤسسة التعليمية وهذا النموذج كما قال سي بوشيخي قبل قليل هذا النموذج لا يمكن أن يتم إلا بالعنصرين الذي ذكر القدرات التدبيرية والقدرات داخل المؤسسة التعليمية وكذلك الثقة ولكن أيضا مشروع المؤسسة لا يمكن أن يكون إلا باستقلالية هذه المؤسسة وهذه الاستقلالية هي التي تعكس البعد الذي ذكره السيكديرا عن مقاربة التشاركية عن الديمقراطية التشاركية داخل المؤسسة التعليمية والديمقراطية التشركية في الهرمية السلطة تربوية داخل منظومة تربوية بدءاً بالإدارة المركزية مروراً بالإدارة الجهوية موصولاً إلى المؤسسات التعليمية هذا الخط العمودي مع الأسف هو خط لا يمكنه من حتى هامش بسيط من المبادرة بالنسبة للفاعلين لا أتحدث عن المؤسسات التعليمية فقط لكن أيضاً حتى الإدارة الجهوية عندما أتحدث عن الأكاديميات الجهوية الأكاديمية الجهوية ليس لها هامش كبير من استقلالي اليوم رغم ما قيل عن تفوية اختصاصات وصلاحيات للأكاديمية الجهوية تبقى الأكاديمية الجهوية ومدير الأكاديمية رهن السلطة المركزية يمتتل للأوامر التي تأتي من الإدارة المركزية ولا يمكنه أن يتخذ قرار بمعزل عن الإضاءة المركزية وبالتالي فليست هناك استقلالية بمفهوم الاستقلالية لهذه المؤسسات هي في الحقيقة مؤسسة عمومية الأكاديمية الجاية مؤسسة عمومية وكان يمكن أن تكون رمزاً للأقل مركزية الوظيفية لا نتحدث عن اللامركزية بمعناها التنظيم الترابي الذي يمكنه من إشراك المنتخب في اتخاذ القرار ولكن نتحدث عن ما هو قريب من لا تمركز هناك لا تمركز الإدارة الآن الجهوية الإدارة الجهوية يتجسد فقط لمفهوم لا تمركز وقد زكاه المتاق لا تمركز الإدارة اليوم هو زكاه هذا التوجه رغم ما يقال أن الجهوية المتقدمة جاءت لإعطاء هامش من التحرك هامش من المبادرة للفاعل الاجتماعي للمنتخب سواء على مستوى الجهة أو على مستوى الجماعة الترابية وصفة عامة ولكن مع الأسف لحد الآن لا نجد تفعيلاً واضحاً لمدألة مركزية في المنظومة التربوية أعتبرنا الإطالة أن الموضوع الشعر والوقت يداهم وأعطي كلمة للمانا فعلاً أن الوقت يداهم نحاول أن تقدم في النقاش أستاذ بوشيخي كنت عضو في اللجنة النموذج التنموية كيف فكرتم في موضوع الحكامة وعلاقتها بجودة التعليمات وهل فعلاً هناك يمكن أن نصل إلى نموذج للحكامة المؤسسة التعليمية وخارطة الطريق اليوم عندما تروحها وطرحتها الوزارة هل يمكن أن تلمس فيها ملامح نظام حكامة يؤدي إلى تحسين جودة التعليمات شكراً اللي بغيت ربماً نتقسم مع المشاهدين لأننا ورغم أن الحكامة معقدة كونسيبت كونبكس ملتي ديمانسيوني ومعقدة كبيرة ولكن نحن عندنا في الرؤية الستراتيجية توصية وفي القانون الإيطار 51-17 مقتضايات قانونية ليس توصية مقتضايات كتدق يعني كتدق هذه الحكامة اللي بغيناها في المنظومات التربوية والتكوية والمناسبة سوف نتحدث عن التربية الوطوليك لا ننسوا أن المنظومات تكوية المعانية والتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية وإذا كانت مقتضايات قانونية بالقانون الإيطار 51-17 وشكرا وضع بما أن عضوي حالياً في المجلس الأعلان التربية وتكونوا في البحث العلمي بغيت نذكر أن المجلس اشتاغل على واحد مشروع قانون التعليم المدرسي اللي كانت طلبة الحكومة رأي ومجلس فيه والمجلس ذكر بهذه المقتضايات ديال الحكامة الجيدة تكلمنا على استقلالية المؤسسة سي عبد النصر ناجي تكلم على البعد الترابي مثلاً في الغربية ديال الدول اللي ناجحة في التعليم ديالها وفي جهودة التعلمات الجماعات الترابية على مختلف مستويت ديالها عندها مسؤولية ماشي مسؤولية اختيارية اجبارية عندها مسؤولية في في تدبير القطاع احنا مع الاسف في المغرب ترسانة القانونية اللي كتحكم اللي كتنظمها كتتقنن الاختصاصات ديال الجماعات المحلية ماشي في المستوى ديال طموح ديال القانون الاطار ديال الرؤية استراتيجية وهو ما يتناقض شيئا ما مع الجهوية المتقدمة لان الجهوية المتقدمة رها في الدستور ديالنا ماشي ماشي شي رغباء رها رها يعني في الدستور يعني كخصتان مشو لهذه الجهوية المتقدمة مثلا فيما يخص تدبير الأكاديميات والديات و الجامعة هذا هذا البعد التاني الحكامة التورابية البعد التالي فعلا هو هو الإطار المرجعي ديال الجودة الكادر غرفراسي لكاليتك وهو أساس لما كانش إطار المرجعي للجودة ما ممكن تقيم والشنو هذا تقيم بالنسبة ل الإطار المرجعي هذا الشيء كان في القانون الاطار كان مقتضايات واحد العدد ديالنا في القانون الإطار اللي كتترّق لها هذا الإطار المرجعي للجودة وطريقة الدستوزيتيف للإعماد وكاين أيضاً الاستقلالية للأكاديميات لا نريد أن نعود لها هذا موضوع كبير لا يمكن لنا أن نغير الوضع الحالي والتدبير والحكامة المنظومة إذا استمرنا أن نصير القطاع بمذكرة وزارية لا يمكن الأكاديمية الجهوية في القانون كان لها مدير الأكاديمية يعمل في مجلس الإدارة وهو الوزير المكلف بالقطاع يكون رئيس المجلس الإدارة ولكن قانونياً المدير الجهوية الأكاديمية يكون تحت الوصاة أو تحت راية سولة بوفاة يعمل في إطار وستحرك ومتدعم القرارات ومتدعم المجلس الإدارة ونزيد في العدد من المقتداء وكيف تهدف وكيف تحرك وكيف تحرك وكيف تحرك وكيف تحرك وكيف تحرك من الزمن المدرسي يعني ما يبرر وشهو المبرر؟ أنه جميع المناطق والأقالي مجلس الإدارة تخدم من الزمن المدرسي المناهج المناهج كان في الرؤية استراتيجية الرؤية استراتيجية تقول أنه يخصوا واحد القسط من الزمن المناهج يكون متكيف مع الإشكاليات الإشكاليات مربما الجغرافية أو الديمغرافية أو الثقافية دي الجهة هو يعني في الختم اللي بغيت نؤكد عليه هو أنه عندنا عندنا قانون إطار اللي يضبط اللي يدقق هذه المسائل وهذا يعني نحن ندبه والتحدي وهو إعمال هذه القانون الإطار خاصنا ديما رجعوا لهذا القانون الإطار ما دام هو ما دام هو مرجع إلى المشريع غير رأي ديالي قال هذا القانون الإطار أحلمنا به وما قدنش على التفعيل ديالي ويوديك حاجة أخرى يمكن يغيروا أو يمسخوا هكذا ولكن ما دام القانون الإطار كين ما دام قانون الإطار كخصنا نقوم في المقتضية القانون الإطار شكرا أستاذ بوشيخي تتوضعوا اليد على واحد الإشكالي لأن إشكال ما مطرحش في القطور القانونية والمرجعية وإنما في العقليات التطبيق الأكاديميات ومؤسسات عمومية ولكن عندها السلاحيات الإستقلالية التامة بأنها تشتغل كمؤسسات مستقلة على مستوى الجهد سيكديرا أنا أرجع معك واحد نقطة تتعلق بربط المسؤولية والمحاسبة ومحاربة الفساد هذه مواضيع أولاً 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 الحكمة هي عقلية وعندما أولاً هي عقلية سيكون عقلية نقول أو 23 ملف على النيابة العامة والنيابة العامة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن هذا إذن فين هي المسؤولية ديال من هل نبقى دائماً في هذا الخطاب ربط المسؤولية بمحاسبة المشكلة كبيرة هذا إذا جنة عابتني نحاسبه كل شي رأى نبقى شي 60 واحد تنظره هنا في هذا الدرب هذا إذا يكون هناك وضعه هناك وضعه هناك وضعه هناك وضعه هناك لكن يجب على الحكومة أن تتدخل أولاً كما يكون لدينا المال في السياسة هذه المسألة أولى لأن ما يفسد السياسة هو المال وهذا الشي عنده نعكاس على التعليم ما نبقىوش أن اليوم تنقراو في الجرائد على أن وزير التربية الوطنية كينزلزال يا وهذا الزلزال دائما نبقىو نسمعوه هنا ما الذي سيأخذ القرار؟ ما الذي سيأخذ القرار؟ ما الذي سيأخذ هذا القرار؟ كي يحيل هذه الملفات؟ دائماً كان قررنات البراءة لا نبقىوش هذا ولا فولان ولا ولكن اليوم نبقىونا أشياء اللي هي بسيطة جداً وهي أنه هاد المؤسسات تيال الرقابة تتحرك وهذا شي ما فيهش اليوم كين مجهود أنه تقريبنا أربعين برلماني اللي تحكم بالسيجن اللي تحكم بالسيجن وخسر الفلوس على شليات شي ما نعمل موه شاي ولكن تدريجين طبيعة الحال اليوم ممكن نقول على أنه كين موديلين جهوين أو لا إقليمين ليسوا في المستوى وأنا أصدر هذا الحكم لأنني أربعين سنة قدتها في كلية علم التربية لأنه لا يمكن تكون أستاذ ممتاز وممكن نقر بهذا أنك أستاذ ممتاز ولكن التدوير رمينا بعدها رها ممكن أنك تخطأ في الحساب أو في المنهاجية ديال واحد المرشي المعيين مش عن قصد ولكن بغان كمبيتنس إذن هاد الأشياء هادي كتجعل أننا دائما نبقى في الخطاب ربط المسؤولية بالمحاسبة هادي الحكمة التي نتكلم عنها سأعطيك المثال أستاذ داخل الفصل تيخدم غير مع المجتهدين إذن فين هي المسؤولية فين هي الانجاجمون أستاذ الرياضة عنده حصة ديال ساعتين تيدخل تيعتر كل القرى للتلاميذ ويخليهم فين هي المسؤولية ربما نبقى وش نقوله المسؤولية هي الحكومة هي الوزارة رأى المسؤولية من الفوق اللي تحت ومن اللي تحت للفوق تنجيه مثلا مدير مؤسسة ما تيبوش يستقبل الأباء أو الأمهات ديال التلاميذ إذن هوش هادي هي المسؤولية رأى ما نبقى وش دائما نربطو الحكمة فقط بواحد جانب سياسي معيان رأى سلوك هي أخلاق هي معاملة هي نج هي مواطنة هذه المسائل كلها وطبيعة الحل حكما الجزء فقط من عدة مدخلات اللي شاروا لها الأساتدة بالنسبة للنساق التعليمي فنحن اليوم ما أحوزنا وأنا أقولها ودوجة نظري لتريع وتيرة المحاسبة لأن التقل اللي تكلم عليها الأستاذ سترجع وقتل اللي سرعوا هذه المحاسبة اليوم عندنا نقاش الدائر يعني دائما يحاسب الوزير أنا أحاسب نفسي أولا وأحاسب زميلي وأحاسب الأباء ومن بعد عندي الحق ديكساة حسب أنا أعطيه واحد المستملحة ولكن هي في الواقع كينا اليوم متعاقدين ونحن كنعرف ببعض المستوى دي البعض المتعاقدين من الكليات التي يكونوا الأستاذة تنصف طولهم أنهم مبلغي يدربوا الأستاذة اللي هم يتكونوا اليوم إذن تعلق غريق بغريق هذه أشياء طبيعة الحال يجب أن ننظروا إليها تتبان أشياء بسيطة ولكن هذك الأستاذ اللي غيرتكون عند هذك المتعاقد را عنده أجيال من الأمام وهذا مشكل كبير إذن اللي بغي نقول بكل صدق أولاً سريع وثيرة المحاسبة هن الأولى ثانياً العقاب والحساب طبيعة الحال المال والسلطة نحيدهم لنكونوا واضحين اليوم ما أحواجنا إلى أناس اللي هما قدوة كانوا في المجتمع كانوا أساتدة كانوا إداريين كانوا أباء إلى آخره فهذا من كانت تكلموا عن الجودة الي جلوبال إنها كالجودة عند التلميذ كالجودة عف التدبير كالجودة في الحكامة كالجودة يعني الكاليتي الي جلوبال أستاذ تكلموا وأنا أختلف معاها شيئاً ما تكلم على أن القانون الإطار فيه مسألة ديالجودة ولكن هذي الجودة فين هو المعايير اللي يتكلم عليها الأستاذ أنا غير نمشي القانون الإطار متفكين وكل شيء ملزم أنه يمشي بالقانون الإطار ولكن القانون الإطار في عدة جوانب اللي هي منتي تكلم القانون الإطار على الجودة إذن فين هي هذي المعايير ديالجودة فين معايير جودة الحكامة فين معايير جودة التدبير نحن ما عن قانون الإطار تفقين ولكن القانون الإطار يجب أن نبلويرا نقطة بنقطة في أشياء أخرى اللي غيرتعطينا التفعيل واللي غيرتعطينا هو هو الاختلاف ورحمة أنا لا أختلف معاه في يعني في الجوهر ستتكلم على الجودة وعلى القانون الإطار بأن الجودة كان في قانون الإطار لكن اليوم عاملين حتى حد مهم كله يقيس الجودة في التعليم لا الحاكمة ولا في تدبير الموارد البشرية ولا في تدبير المالي ولا إلى آخر إذن هذا مشكل كبير ومشكل شائك اليوم قصنا قبطون ندققوا القانون الإطار نقطة بنقطة يعني أسمح لي لأنني طولت شكرا شكرا سأعطي سيبو شيخي يمكن التفاعل معك في هذه النقطة لأنه نشوفه بغيت شكرا لا لا في الحق لا 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 فيما خلال قراءة القانون الإطار لأن المقتضى يتبع بالنسبة الجودة في القانون الإطار والمشكلة هو التفعيل القانون الإطار هذا من تفقي 100% لا أريد أن نزيد المراقبة المالية وتدبير المال العام وهذا موضوع نشتغل عليه في نموذج التنموية الجديدة في المغرب المشكلة المال العام كان يدبره في إطار المراقبة القبلية التي تدخلها بخيوه وهذا المراقبة القبلية كان يدفع لها ثمان كبير وذلك يجعل الناس لديهم ميزانيات لا يستخدم المساطير سوف أعطيك مثال تجربة شخصية كانت تدوره في سمحاتي وكنت مدير مؤسسة خاصة في القطاع غير ربحي وكننا نستفيد من المال العام على أساس مشاريع تقدم مشاريع للوزارة تريد هذا ويجعل هذا ويجعل المشروع الذي توافق لك على هدى 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 الميزانية يدوز هدى في الحساب البنكي على غدة الصرف الميزانية الصرفات تبقى لدفتر التحمول وكتوثق كانت عندي في الإدارة كانت عندي واحد المضافة الوظيفة ديالها وهو توثيق توثيق هذا الصرف ديال المال العام وكتدير ملفات تبارك الله بعد المرات ملفات كبير هذا وبالإعجاب بعد المرات هكذا تزيير الموضافين وكتشو المسؤولين لكي يعطوه هذه الوثائق لماذا؟ لأن ربما ربما تكون مراقبة نقول المراقبة بعدية إذا كانت مراقبة بعدية وإذا كانت مراقبة بعدية ويصابك عندك الخاطئ تدخل المحاسابة المحاسابة والمتابعات وإذا كانت مراقبة أولاً بعدها أولاً سوف تفقد فيك التقاط لا يمكن لك تطلب الدعم العام من بعد وترجع تجافز وسمعة المؤسسة وربما تكون متابعات قضائية ولكن بالنسبة الذي زعمه عجبني في هذا النظام هو الموروناغا وخاص دي هذا المشراء هذا الميزانية لنضيّل فتقام ولكن هذا ملف سيكون مضبوط إذا كان نهار نضيّل فحص سوف نضع المياه في مياه. هذه يعني يمكنك تبلينا بحيلا شي شي مقاربة تقنية هذه. ولكن رغم شي تقنية. تهجي تقافة. وربما ربما أي زوية تنقو منها في الأخير سوف نضع الثقافة. الثقافة المسؤولية والمصداقية والوطنية ربما وكثير منها. شكرا سيبو الشيخيسي. نترح لكم زوية أخرى التي تؤثر على الحكامة وهي عدم استقرار المسؤولي السياسي من وزارة التربية الوطنية. نرى كل مرات تعيين وزير يأتي بخطة الإصلاحة للتعليم ويفتح مشاورات. يبدأ وزير أخرين. طيلة السنوات العشرين الأخرين عدد كبير من الوزراء. إلى أي حد تؤثر هذا التغيير على حكامة المنظومة التربية وجهود التعلمات؟ طبعا هذا سؤال مهم. ولكن قبل الجواب ربما التفاعل مع بعض النقاط التي وردت في تدخل الأخوين قديرة وشيخي. أولا القانون الإطار يجب أن نتفق بأنه لا إصلاح بدون قانون الإطار. قانون الإطار اليوم هو مرجعية الإصلاح وهو يقطع مع ربما مع الهاجس الذي ذكرت قبل قليل في السؤال اليلك. متعلق بتغيير السياسات. تغيير السياسات ما كان له أن يكون في ظل القانون الإطار. قانون الإطار جاء لضمان استقرار السياسات المتعلقة بالتربية. وهذا القانون الإطار حدد توجهات الكبرى للإصلاح. طبعا الحكومة يمكن لها أن تتصرفا في تفعيل هذه الإصلاحات بالطريقة التي تريد. ولكن ينبغي أن تبقى في إطار القانون الإطار. القانون الإطار لا يطبق مباشرة لأنه قانون إطار. يطبقه عن طريق نصوص شريعية وعن طريق نصوص تنظيمية وعن طريق أطور مرجعية. وهذه العوامل الثلاثة والأدوات الثلاثة مع الأسف في ظل هذه الحكومة لم تتبلور ربما أي أداة. بل أنه ارتباط بالحكامة الحكامة من أسسها الكبرى المقاربة التشاركية. كانت هناك أليانس عليها القانون الإطار وهي اللجنة البين وزارية للإصلاح وتتبع الإصلاح. هذه اللجنة مع الأسف لم تنعقد نهائيا في ظل هذه الحكومة. وهو ما يسائل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشكل جماعي وبشكل مشترك وتتبع هذه القرارات. المسألة تقييم أيضا. تقييم تقافة تقييم ينبغي أن تكون في المنظومة التربوية ولكن يبغي أيضا أن تكون هناك آليات لتقييم. وآليات تقييم مع الأسف اليوم نفتقد لهذه الآليات. هناك آلية ومع ناسي البوشيخية عضو المجلس الأعلى للتربية وتكون البحث العلمي. هناك آلية في المجلس الأعلى. آلية للتقييم. ونعرف أنه من ضم مهام المجلس الأعلى. هناك المهمة التقييمية. من ضم الآليات هناك آلية سميت إطار الأداء. وهذا الإطار حدد مجموعة من المؤشرات لتتبعي تنفيذ الإصلاح. مع الأسف هذه الآلية طبقت مرة واحدة سنة 2018. وحددت مجموعة من اختلالات مواكبة للإصلاح. اليوم بعد سنوات من تنفيذ الإصلاح لم نرى لهذه الآلية أي وجود وهو ما يسائل مسألة تتبع الإصلاح وتقييم الإصلاح لكي نتمكن من التدخل في الوقت المناسب. لا نريد أن نصل إلى نهاية أو قرب نهاية هذه العشرية أو 15 سنة دين الإصلاح ثم نقول كما قلنا مع المتاق الوطني لقد فشل الإصلاح. ثم نبدأ بربما ببرنامج استعجال جديد لتدارك ما تم يمكن تداركه وإنفاق مجموعة من المال العام لتدارك الإصلاح. مسألة الأخرى المتعلقة بالمراقبة البعدية وذكرها سيل بوشيخي مع الأسف نحن نكبل بالمراقبة القبلية. في الجامعات هناك مراقبة قبلية. أكاديميات مراقبة قبلية. لا يمكن أن يتحرك أي مسؤول إلا بمراقبة قبلية. ممكن أن يرفض الملف بجرة قلم لمجرد خطأ ربما إملائي. فاصلة. إذن هذه الأمور يعني أمور إشكالية ثقة. ولكن ثقة يمكن تكتسب كما قال السيكديرا كذلك. ثقة تبنى. هذه الثقة تبنى يمكن وبالخطأ يمكن أن نتعلم. أعطي مثال الآن المجلس الأعلى للحسابات. قام بتقييم لصرف المال الذي قدم الأحزاب السياسية من أجل القيام بدراسات. دعم الإضافي. دعم الإضافي. وهذا الدعم لا يخضع للمراقبة القبلية. هذا خضع للمراقبة البعدية من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وتبين له بأن مجموعة من الأحزاب لم تصرف هذا الدعم بالطريقة التي كان ينبغي أن تصرف به. وكانت هناك مجموعة من الأمور تتسم بالزبون ولكن هذا يمكن أن نضعه في إطار تعلم هذه الثقافة. نبدأ اليوم ثم نحاسب هذه الأحزاب. وبعد ذلك في سنة أخرى نقدم دعم آخر ونحاسب الأحزاب. ثم ربما نمر إلى قطاعات أخرى القطاعات الإدارية ونطبق هذه المراقبة البعدية. الإدارة أنا أعتقد أن الإدارة إدارة هي من العوائق الكبرى لحكامة المنظمة الطلب. إدارة طبعا هناك الجانب الذي ذكره الأستاذ البوشيخي لقدرات ضعيفة للرجال ومساء الإدارة. ولكن أيضا هناك عقلية الإدارة. عقلية الإدارة المتجدرة في الإدارة المغنبية هي عقلية متكلسة إن صح القول. عقلية محافظة أكثر من اللازم. عقلية لا تريد أن تتبني التغيير. هناك مجموعة من الأمور جاءت بها الفاعل السياسي لكي يغير من داخل هذه الإدارات. ولكن وجد عوائق وجد مقاومة من داخل الإدارة. وبالتالي هناك كثير من الأمور يجب أن تتم داخل الإدارة المغربية لكي نتمكن من التغيير وتغيير الداخل لكي نتمكن من تفعيل الإصلاحات. وفي إطار هذه التعقيبات أعتقد أنني أجبت على سؤالك المتعلق بتغيير السياسات في ظل تابات المرجعيات. شكراً جزيلاً. أبقيت لنا 1 ربو ساعة. أنا عمزة 5 دقائق لكل متدخل قبل نهاية هذا اللقاء. أدود أن هناك سبق لي طرحت سؤال بحكامة المنظومة ولكن بحكامة المؤسسة التعليمية في حد ذاتها. إذا أردنا نماذج بعض المدارس الخاصة التي تكون ناجحة وككل إقبال على خاصة من الأسار المتوسطة. وحتى الدراسات لدارت قالوا بأن جودة ديال التعليم في المدارس الخاصة أفضل من المدارس العمومية هذا الموضوع هو للنقاش. نترى واحد سؤال على سيبو شيخي وقبل منذ ذات سي أستاذ الكريم وهو هل يمكن أن يكون هناك شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بجودة التعليمات؟ شكرا 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 وفي الحق هذا نقطة مهمة وبنفسها ربما تحتاج حوار 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 أنا أرجع للقانون الإطار والقانون الإطار كان مادة في القانون الإطار كتعطابر القطاع الخاص ومكونات المنظومة وشارك استراتيجي للدولاء وشاركة استراتيجية في الحقبة لم تترجمت هكذا في أرض الواقع وشاركة ولكن لازم نذكره بهذا الأبعاد ولكن كي يبقى أنه عندنا في المغرب عندنا مؤسسات اللي ممكن نعتبرها نموذجية من ناحية التدبير وأنا اللي بغيت نضيف هنا وبغيت نضيف نقطة على ضرورة ضرورة تطوير القطاع الثالث القطاع الخاص الغير الربحي هذا في العائلات المغربية عندهم خيار صعيب ما بين مدرسة عمومية اللي كنا عرفوا الحالة ديالها والقطاع الخاص اللي ماشي في المتناورة يعني كيقصي وكيقصي واحد الفئات كبيرة من أطفال المغربية هكذا بالتعلم وهذا القطاع الخاص الغير الربحي نحن نحن في المغرب لا هو في في التعليم المدراسي لا وجود له شوية كان شوية في التعليم العالي واحد ربعة أو خمسة جامعات خصوصية غير ربحية وعننا في التعليم الأولي في الأداء وكان التعليم الأولي اللي هو في الحق الحكومة اتخذت قرار استراتيجي أن التعليم الأولي سيتطور في إطار الشراكات مع القطاع الثالث ولكن لماذا القطاع الثالث؟ الجمعيات أو تعاونيات، 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 تعاوديات نحن في التقاليد دينا في المواد دينا الناس الساكينة يشتبعون ويجيبون الفقه ويجيبون الفقه ويسكنه ويجيبونه ويجيبونه يعني لدينا نفع كيف تتبعون ممكن أن تتخذ ذلك بالجمعيات؟ ضروري أنا بالنسبة للضروري سأعطيك غير واحد الرقم كيف نوضح هذه المسائلة؟ كوريا لديها 220 جامعة 220 جامعة 180 جامعة بمعارضة ويجيبون تدخلها مؤسسة تدخلها كوريا هو من أول الدول التي لديها البرسنتاج هذا الفئة المئوية تجد ويجيبون ما هي جامعة ويجيبون تعليم العالي كوريا هي مربما الأولى أو 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 أنا كنت في جامعة خاصة غير ربحية من هدوك من هدوك من هدوك مئة وثمانين وكتتخدم في أحد الإطار صارم يعني الوزارة هل تتعلم عن مدارس إدائية خفة غير ربحية؟ نعم، إهداديات غير ربحية، ولكن يخص الإطار للدولة، يكون المسؤولة على الاستراتيجية العامة وعلى الضبط للقطاع في كوريارة، وزارة التعليم، لا تقسمونها بين التعليم والتعليم العالي والتكوين، مثل وزارة واحدة التي تضبر القطاع كامل، ولكن كان أطور مثلاً في المرسوم التي تتجيلها، الفخدس كولاغيتي مثلاً قالوا، هذا عشر سنين تقريباً، الدولات قررت أنه تجميد، تجميد المرسوم ديال الجامعات، 12 ألف دولار في العام، جمدت، إلى قدرت تخدم في هذا الإطار، مرحباً أنت تقول له، هذا الإطار، هذا الشيء العليا، هو سد، وكتخدم في إطار، كتحدد الرسوم، وكتحدد أكثر من الرسوم، ولكن، فهذا الإطار الذي تصار عليه، فهذا الإطار الذي تصار عليه الدولة، فهذا الإطار لديك الهوامش، لديك الهوامش، وتشتغل تيباً، ونحن هذا القطاع التالي، كنت تركز عليه كثيراً في النموذج الجديد، ونحن في المنظومة التربية الوطنية، كخصنا الحقاً نشوف كيف نطوره، كخصنا أولاً في التعليم الأولي، لأنها تقريباً بصفة ضرورية، ولكن كخصنا نفتحه المجال للناس هكذا، لكي يقوموا بشكلهم، ويتكلفوا، ويشاركوا في تربية أولادهم. قد يجب أن تقريباً إلى هذا الموضوع الخاص، في القانون الإطار، كان هناك نصفة على أن التعليم هو خدمة عمومية، وأن المدارس الخاصة يحدث إلى المدارس، ويحدث إلى أسعار تم دروس في هذه المدارس، مجمع جسمه نفسه وقال بأنه لا يمكن تحديد الأسعار لأنه هذا قطاع تنافسي معناه أنه سعي نحو الربح ونشوفه ده بعد مدارس خاصة كين سعي نحو الربح يعني هذه الإشكالية كيف تؤثر على منظومة التعليم وعلى تكافؤ الفرص مع المدرسة الأموية أولاً القطاع الخاص في التعليم لا يشكلوش عجلة لها تقريباً ممكن نقول 15-16% من التلاميذ هما في القطاع الخاص ولكن وش القطاع الخاص هو مواطن وغير مواطن ده هو السؤال الذي يطرح إلا قلنا القطاع الخاص مواطن ستجسد فيه جميع العناصر ديال المؤسسة المواطنة إلا قلنا بأنه غير مواطن خسنا نقوله علاش من جميلة الأشياء اللي هو غير مواطن وعلاش وهذا النقطة اللي إشارتي ليها الأستاذ بالشكل بحيث أنه هذا قطاع تنافسي ولكن ما تيمناش على أن مجلس المنافسة يدخل باش يدير أن أنت يقبال وحد المدى يعني هل حد الأقصى هل حد الأدنى أو على الأقل ندخله في الحد الأقصى بسألة الثانية شنو اللي تيمنعه وزارة التربية الوطنية تدخل باش ما تبقاش عندنا قطاع يعني مدارس في القطاع الخاص اللي تيست ديال الطلائع طلائع ديال المعدلات بأنه الدين تالي لما جبتيش خبستاش غدرها ما هاتف إذن بأي صفة انت كقطاع خاص تتحكم في هذه المسألة هذه إذن أين دور الوزارة أين ندور الحكومة أين ندور السلطات في هذه المسألة هذه القطاع الخاص اللي تيسمح لنفسه على أنه يجيب مدير غير بسمية بش يأخذ الترخيص وتيدير واحد مدير إنه أقل كلفة اللي ما عندوش مؤهلات إنه ينتمي لعائلته أو إلى آخره هذي كلها أشياء لا ما ندخله المقرارات اليوم كين قطع خاص الذي لا يخدعوه لمقرارات وزارة التربية الوطنية إذن واش هادو ناس فوق القانون وطبعة الحال المقرارات دي الوزارة التربية الوطنية ممكن أتكلموا الإخوان على واحد المفهوم لفليكسيبليتي ممكن تكون فليكسيبل أنا متفقين ولكن كان أدنى وحد أقصى لهذا هذا القطع الخاص يعني اليوم اللي كتشوف في الولايات المتحدة وفي بريطانيا على أن هناك أغنياء يوصون بعد الممات دي الهم أو لاحتفل حياة دي الهم بأن التروة دي الهم كتبشي هذا الجامعة أو لهذا المؤسسة تعليمية أو حنا ما عملناش بناشي واحد هنا منيك تنقش معاه فهذه المسألة يقول لك الله احنا الصدقة باسترا لانا ما تصدقش علي الله يجزيك بخير انت واجب ديالك مواطن امتني وخصنا نعيده النظار فهذه المسائل ديال درائب ديال هذا القطع هذا إن قطع الخاص المواطن هو القطع الخاص الذي يساهم في ضخ مالية للدولة ممكن تكلموه بحالة قلت أستاذ برشقر هذا موضوع يعني خصو حلقة اللي الأساتدة هذا اللي قلت أنا رغي تكميل الأشياء اللي ذكرها الأساتدة هذا هذا إشكالية يعني عميقة بكل صدق وفي النقاش في بعض الحالات هي عقيمة لأنه من ينصد لمن يتكلم هذا هو السؤال الذي يضرح شكرا نصر خليك تفاعل مع المداخلات يعني في نهاية هذا اللقاء شكرا بالحق بعجلة طبعا القطع الخاص مسألة مهمة لا يمكنه إصلاح التعليم بدون إصلاح القطع الخاص القطع الخاص بشقيه ربحي وغير ربحي غير ربحي طبعا ينبغي أن تكون هناك معايير واضحة مدى عني بغير ربحي لأنه منذ سنوات كنا نتحدث عن هذه الجريبة فيما سمي بالمؤسسات الشريكة وكان هذا المفهوم مستورد من أمريكا لشارتل سكولز معروفة بالمؤسسات متعاقدة ومؤسسات شريكة ولكن اليوم ينبغي أن نحددها ورسوم تجيل ينبغي تحديدها بغض النظر عن ما قاله المجلس المنافسة أنا أعتقد أن المجلس المنافسة لا يمكن أن يكون فوق القانون قانون الإطار حدد هذا الأمر وقال أنه ينبغي أن تكون رسوم تجيل محددة فضلا عن ذلك حتى ولو اعتبرنا أن هذا القطع تنافسي فحتى بحكم القانون يمكن أن نحدد أسعار بعض المواد بين القوصين أو بعض البضائع إذا أعتبرت هذه البضاعة بالتالي كان يمكن للمجلس المنافسة أن يتدخل بشكل إيجابي أكثر وبشكل مواطن لكي نتدخل في اتجاه إصلاح المنظومة التربوية خلاصة طبعا حتى لا أحتكر الوقت الحكامات تقضي أن يكون هناك مقاربة شاركية عموديا وأفقيا الحكامات تقضي أن نتجها في اتجاه اللامركزية بشكل واضح أن تكون هناك تفويت للصلاحيات واضح نقل الصلاحيات للأكاديميات وللجامعات الحكامات تقضي أن يكون هناك استقلالية للمؤسسة التعليمي وهذه استقلالية لا ينبغي أن تكون استقلالية محددة في إطار قدر مالي يعطى للمؤسسة التعليمية كما هو الشأن الآن في خارطة الطريق 50-50 ألف درهم و100 ألف درهم هذه لا تعني أن هناك استقلالية للاستقلالية تتجاوز هذا القدر المالي استقلالية هي استقلالية مالية هي استقلالية أيضا في تدبير الموارد البشرية هي استقلالية تربوية بالخصوص استقلالية تربوية الحكامات تقضي أيضا أن يكون هناك نظام صارم للتقييم وأن يترتبعا هذا النظام الصارم للتقييم ربط المسؤولية بالمحاسدة ولا يمكن أن نتقدم في إصلاح المنظومة إلا بربط مسؤولية بالمحاسبة مع التبات على المرجعيات الواضحة خاصة القانون الإطار وشكراً السعب الحق على هذه الندوة شكراً في نهاية هذا اللقاء نتقدم الشكر لأستاذ ابنصر نجيم ورئيس مؤسسة أماكين أستاذ حاميد بوشيخي أستاذ وباحث وخابير الترباوي أستاذ محمد قديرة أستاذ وباحث وخابير الترباوي متتبعينا نشكر لكم متابعتكم لهذا اللقاء وإلى موعد آخر بحلول الله